حركة مدير معهد المحاصيل الزراعية إلى أي مدى هذا المعهد يعني بيؤثر على حركة الزراع في بصر بيؤثر على حركة المحاصيل الاستراتيجية وبيؤثر ايضا على ارشاد المزارعين على ضرورة زراعتهم لمحاصيل بعينها يمكن بس حضرتك قبل الموجز كنا نتكلم في السعر الاسترشادي وهنا نتكلم على ان الدولة بتاخد الامح من المزارع بسعر استرشادي بمعنى انه هو اذا زاد السعر عن هذا الحد اللي هي حطها بتاخد السعر الاعلى اذا قل هي ضمنه ان هو ياخد اثناء الحصاد هياخد بنفس السعر اللي هي حطها الدولة طب الدولة بتاخد منها بتاخد الامح في صورة امح وترجعون في صورة خبز مدعم طب اطمن حضراتكم وطمن الشعب المصري ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من رغيف الخبز المدعم يعني لما احنا بنحتاج حوالي 9 مليون طن الانتاج رغيف الخبز المدعم احنا عندنا فعلا التسعة مليون طن ننتجهم في مصر يعني اذا الباقي التسعة مليون اللي بنستوردهم دول لبعض الصناعات القائمة على الخبز ارجع بقى لحضرتك دور المعهد وايه المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية هي هي المحاصيل الاستراتيجية زي يعني بمعنى انه لاغينا لأي بيت في مصر عن هذه المحاصيل بمعنى ان ما فيش بيت في مصر بيستغنى عن غيف الخبز عن طبق الرز عن طبق الفول طبق الماكارونا طبق العتس كل البصل كل هي دي محاصيل الحقلية يعني انه الماكارونا دي من المصنعات بتاعت الامح وغيرها لكن احنا نجب نزرع ماكارونا لا بجب نزرع ماكارونا طبعا يعني حضرتك ده انا بقول لحضرتك ان ده الاساسيات في امح نوع من الامح اسمه امح الصلب او الامح الديورم ده اللي بنوديه في وجه الابلي ده بيزرع لصناعة الماكارونا ده اصناف الامح اللي بتزرع طب فرصة بقى احنا نتكلم عن الامح نقول ان احنا السنة دي ان شاء الله احنا بدأنا الزراع في نص نوفمبر لحد اول يناير احنا ما زلنا بنزرع في بعض الزراعات دلوقتي المتأخرة اللي هي بعد الخضار او بعد البرسيم التحريش اللي احنا بنقول لاخواننا المزرعين بعض الاهتمام باستخدام بعض الاصناف زي ساخة 95 مصر 3 مصر 4 جيزة 171 614 هذه الاصناف يمكن بتفرحها اعلى شوية هتقلل ان احنا اتأخرنا في معادة الزراعة في الفترة اللي جاية طبعا هنقول زود بعدل التقاوي شوية بمعنى تستخدم 60 كيلو لا خليهم 75 كيلو عشان ازود عدد النباتات في المتر المربع وبالتالي لا تأثر المحصول بنستعجل في رأية الموحياة ما اناخرش رأية الموحياة وده مهم اضافة جرعة تنشطية مع الزراعة ده مهم جدا ممكن انا متأخر في الزراعة ما استخدم استخدم زيرو تيلج او ما فيش خدمة ان انا على الخطوط اللي مزروعة سواء كانت خضار انقر الامح في في نهاية عمر المحصول للخضار قبل ما شوه لان المزارع بتاعنا المصري مزارع شاطر بيزرع اكتر من عروف اكتر من محصول واكتر على مكان واحد طب اقول له استخدم بعض النقع التقاوي في نطرات البوتاسيوم اضافة بعض الاسمدة مع الزراعة كل دي عوامل تخليه يحصل المحصول المحصول ما يتقصرش بمقتاخير معاد الزراعة طب جازم نزرع امح نزرع امح عشان نقدر ناخد قرارنا موسيقى